يقف الجويل موقفا سلبيا من الإسلام السياسي طبعا لأن ماذا فعل الإسلام السياسي؟ هذا قضية يعني لابد من أن أطرحها اللعوب يعني نحن لو تؤمننا تاريخنا العربي الإسلامي كلما أقحمت السياسة في الدين إلا وحل الخراب الكبير هذا بدأت من معاهدة السقفة وقتل الخلفاء والعرشية والقبلية التي عادت بعد موت النبي عليه السلام والفتنة الأولى لا نزال نعيش في السقفة والصراع بين الشيعة والسنة وكل واحد يريد أن يحتكر يعني الدين والإسلام والمقدس لصالحه وهذا ما فعله الإسلام السياسي أعتقدوا اعتقادا جازما في ذلك لماذا؟ لأن الدين كل لغة أستاذ اللغة العربية الدراسات الليسانية الحديثة مثلا ناخده دوسوسيورة وكذا ماذا يقول؟ يقول أن اللغة هي ملك الجماعة نوعنا ذلك لكن كل واحد يخرج اللغة كما نحن كنا نمتلكه في هذا المعجم العربي في كتبة وقرأة وزهرة ووردة لكن نزار قباني يخرج اللغة العربية بشكل محمود درويش يخرجها بشكل كل واحد مننا ينهن من هذا المعجم حسب طاقته وأفهمه من محدثي أن نترك الدين للجميع هذا هو رأيي هذا بكل موضوعية وبكل تلقية وأن في عائلتي نفسها من أبناء عمومتي هناك يعني من ينتمون إلى هذا الطيار وفيهم الكثير من الناس الطيبين والأبرياء ولكن المشكلة هي ليش في الطيبة المشكلة في الوعي التاريخي عندما يتعلق المسألة بالوعي لم تعد هناك العواطف والنيات لغي ذلك لأن التاريخ لا يسير بالنيات يسير يعني بالعقل الحقيقة بالوعي التاريخي الذي يلتقط يعني طبيعة المرحلة وما يمغل نحن في العالم العربي الآن نعيش بحقيقة كارثة بأتم عن الكلمة اشتركوا في القناة